تصميم الدكورات تصميم الدكورات كنا مقبل الدكور برك كاشحويج نحطوهم نشريهم فوق الهتاب والولا ما دايما نشوفو باللي الجدران غالبا ما نعتمدو على الطريقة القديمة اللي هي نسبغو سبيغا بمختلف الألوان اللي نحبوها لكن حاليا نشوفو باللي كاين جيل وحد اخر جديد اللي نقدرو نبدعو فيه اللي نقدرو نديرو تصميمات رائعة ممكن نطلب منك انك تعرفنا الجيل الجديد انتع تصميم الدكورات واشنو هو هذا الجيل الجديد انا نقدر نقوله جيل السرعة علاش الجيل السرعة خطرك انا نقدر نخدم دك دار في نهار دار نقوله ملغ ورف ملغ ورف للصانون في نهار ماكسيمو يومين على نعيط له جيل السرعة تصاميم توعنا تصاميم دقيقة جدا كما نقوله انا نصميم هذا نصموه على حساب الزبون وش يحب كل انسان وش يحب نصميم بتاعه في الدار هذي بانسور وشن احنا ناخدوا الراي نعطيهم نصائح اولية سخصيهم اللي سيبورت وعم كيف يكونوا ملاح وش يملاح يصلعوا فيهم ويصلعوهوش ماشي نخدموه برك مهم ومبعد نخدموه لهم كما نقوله نحنا نديكور كل واحد وش يحب وش هو الفرق بين كما قولنا الجدران اللي كنا نعتمدوا عليها نظركة بتاع سيمان وسبيغة وبلاتخ اكسيتيغة وانتاع ديكور تولاتي الابعاد نذكر مشاهدين الكرام انه ديكور برنامج جينيسة فقط هو مصمم من قبل الشركان تعكم وش هو الفرق بين الجدران العادية والجدران تولاتية الابعاد كينا ديفيرون كينا ديفيرون كيما هذا اللي لاتغسل مميد كتلاش يجحت الى عشر سنين سبيغة فيها وليا سبيغة كيما نقوله تقدري تبدليها شاك أمواه هكذاك دوموا قادل تكلاطي الحيط لهنا هذا ميكلاطيش هذي ريزيتي لاميدتي كي تقعد كينا لاميدتي قبل ما ناخد مخدمتنا لازم نريباريوها ونحطوه هو معنى هذا هذا مقدر القلوب ليشد للرطوبة إذا كانت كينا الرطوبة مستحيل يتنحى مستحيل حتى وليتنحى يسترع الاول يقع هو هو الناس حيشوفو فينا وحبين يتعارفو اكتر شركة تعكم اسمها الذكي بديل طلق الذكي بديل طلق نحكي وشوية على الفكرة الذكي بديل طلق كيف ش بدات اللي فكرة كيف ش بدات تعرفت على الأخ مونير جواح و أخوه محمد نشوان تعرفت لهم معاوة التواصل الاجتماعي كونتاكتيتهم عام وحنا نحكيه بعد هزيت عليهم الفكرة عام وحنا نعونا هزي عليهم في الفكرة بأن نبدأ هنا في تزيل ونهار لي سهل رب العالمين إن شاء الله بني تلقى هنا في تزيل وإننا نصموا وإننا نعتمدوا لنفسنا كان الأخ مونير عواني في تصميم بزاف يعني نحييه بزاف خطاكها وقفة معايا بزاف ووصلي الفكرة أنه أول واحد دخلها للجزائر و أنا مع أنت نتين واحد اللي عندك الفكرة هادية في الجزائر حاليا أهي أنا الواحد اللي عندي الفكرة هادية في الجزائر وأنا الواحد اللي نقدم نصمملك بيت كامل ما شاء الله oonsعالله المشروع بديتوا عندك شحال عندوا توقيت عنده عام وقريب ونص هناك تقدم هناك تراجع ما شتقدر تقول لنا مثال الحيال على دي العناق wasting الشي اللي بديتوا ذلكالرانيوي فيها للا ما شاء الله كاين الناس يحبوا يبدلوا يغيروا من دكورات؟ يحبوا يفهموا يعيطوا لي سقصوا على اللي برودي سقصوا على اللي بري سقصوا على الخدمة كيفية تكون نعطيهم كامل معلومات ما عنديش مشكلة خطرك هذو الزبائن لازم نسمع لهم أكيد نشوفوا في نفس الوقت نشوفوا الصور كي يكونوا يخدموا نقدروا نقولوا ثلاثية الأبعاد هو شغل وارق مضاد للرطوبة يقدر يتخسل اللي نقدروا نديروا فيه عدة موديلات؟ أي إنسان يحب يدير موديل ممكن أن نقترها عليك مثلا تصميم تصميم انت يديك ما يعجبكش قال عبد حليم بدللي تصميم هذا مثلا حاجة أخرى في بلاستك نقدر مودي فيك التصميم اللي تحوس عليه انتي ولا حقلك الفكرة اللي تحوسي لي انتي كما درت معنا في برنامجي فقط أعطيك صحة حليم شوفوا باللي هي جيل جديد وحاجة جديدة وشابة بزاف خرجنا من الموديلات القديمة يعني بها سأل وش نقول لك نحكي وشوية على الزبائن وش يطلبوا للزبائن توعك؟ الجيل الجديد هذا وش يحب؟ يروحوا للستي كلاسيك وخاصة استيل ملكية استيل ملكية مطلب بزاف وكل يشون بردون فون ثاني عند الولاد تالولاد ثاني يطلبوهم بل بزاف رانا معهم ما شاء الله نشوفوا في نفس الوقت في نفس الوقت عفوان الصور ديروا كما قلت غرف الاستقبال عندكم حتى المطبخ؟ عندنا المطبخ لريستوران واليزوتال داكو، ديروا حتى الأرضية؟ أرضية تيبوكسي تروادوي والأرضية وش هي الخصائص تحى؟ الأرضية الخصائص تحى هي سيراميك معانتها وش هي المادة المادة اللي تخدموا بها؟ عندها أريزين سبيشيال إيبوكسي صحة، معانتها تقدر تسيق لما رأى تقدر تخدم عليها عادي جدا؟ سيق عادي، تتحكم الديكور على الأرض عادي مثلا جميل جدا، نشوفوا بلي حتى الأسعار انتحهم هي في متناول الجميع يعني؟ في متناول الجميع وأكيد أنه راح تستقام أقل؟ أقل التكلفة وممطوكي ما قولوا حنا أني قلت لك سريعة بعدنا قلنا نخلص لك دار في نهار تخلص لك دار في نهار، معانتها لو كان ديروا حسابنا على لو كان ناخدو أفكاد زعمة اللي نجيبو السباغ ويسباغ ويقعد يعاود في السبيرة يقعد لك بالك دوم واع، يعني نقعد لك دجور نوك هاد الورق، كيفوش تسميو هال البابتين؟ الورق ثلاثي الأبعاد نقدر نحطه ديغاكتما فوق الإسمن تنتع المنازل أو لازم لك السباق؟ هو من المستحسن، أنا خطرك، أنا في ميدان سبيغة قبل ما نختم من الثروات دي كنت سباق أنا يكين الحق للدار على بالي وش ندلها؟ آآ داكو، معانتها كل دار وش تسحق؟ لازم كل دار وش تحتاج؟ كل دار وش تحتاج بها نخدمها، ما نقدرش تروع ديركتما، لازم نروح للدار ونشوفها ما شاء الله ندلها التست، عالي سيبورتها بوحم، إذا كانوا ملاحا نبدأ إن شاء الله نخدموهم إذا كانوا سيمن، ندلوهم على الأقل إن دوكو شاندوي باش يحطوا فوقها؟ بانسر عجبتني حاجة بزاف، قلت ليلة كنت سباق، وبعدها تخصصت في الدكوارات؟ هذا هو الشي اللي خلاني نلحق للحاجة كيمة، هذه خطرة كان أشقها لكن كنت تتحب الخدمة تعالت على سباق؟ بانسر، أحب بزاف، وأتطورت فيها؟ وأحب نتطور فيها، والحمد لله الحكت الشي اللي كنت حاوس عليه ما شاء الله، أنتو كي يعطيك الصحة، شارف لينا أنك تكون حاضر معنا في برنامج، وشارف لي، وشارف لي للقناة أنك انتالي قمت بتصميم ديكور برنامج جنسة فقط نتمنى لك بزاف من النجاح، نتمنى لك إن شاء الله المزيد من التألق، ويا ربي أنك تكمل في المهنة تاعك ربما آخر كلمة، وش تحب تقول؟ آخر كلمة هو أن نرمو منزيد نشكر أخت نينا لينا، أكيد نشكرها نينا هذي راهي معي في الميدان، وما قدرش تكون يوم حاضرة معنا في الحصة، نأذروها لغالب كل إنسان، وعنده أعذر تعوي أكيد نينا هذي معروفة ثاني في الطروة دي، هي أنسية ليا هي مختصة في الديكور أيضا؟ وشني ما كانش عندها الإمكانيات بها تلحق، الحمد لله اليوم تعرفت عليها وتعرفت عليها، ورانا مع بعضنا خدموه، والحمد لله إن شاء الله مزيد جديد، راح ندلل شيرو منها كبيرة في أرجي إن شاء الله جديد يكون أكيد البرنامج جديدة غضر، نوجه نصيحة، نصيحة، نداء هكا صغير للأمهات، اللي عندها هذي اللي حبت دير ديكور جديد، أنها تعتمد على هذي الطريقة، هي سهلة، يجيوا في نهاري بلاسي، وكامل الضار ويروحوا، خير ما تقعد مع السبيغة، وكامل أثواق متوفرة عندنا، عندنا حوالي 20 ألف خلفية، هذه متوفرة، بغض النظرة للناس اللي تحب خلفية أخرى، نخدموا لهم ليقوتا وهم ما شاء الله، شوفنا عدة صور نتاع الدكور، إن شاء الله الناس يكونوا، إن شاء الله يستفادوا من الحضور تاعك معنا، نحن ربما نتلاقوا في أعداد أخرى حالي، يعطيك الصحة، شكرا للي جيت، يعطيك الصحة.